بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الاول متوسط في هذا الدرس طبعا درسي لهذا اليوم هو صفحة 110 وكذلك عزيزي الطالب صفحة 111 تحتوي على مجموعة تمارين ان شاء الله تمارين مهمة جدا جدا والتمارين المهم والقيم وليجيك بالامتعان راح اركز عليه عزيزي الطالب وبعض التمارين مثل ما تعرف انا حلها احتمال تحتاجوها بالمدرسة راح نروح اناك حتى عرفك على هذا الدرس يعتبر lesson 5 الدرس الخامس لليونت 7 للوحدة السابعة if you do that العنوان مالتها اذا انت فعلت ذلك فهنا يتحدث لي على اث الشرطية الاولى مهمة جدا جدا موضوع مهم جدا جدا عزيزي الطالب طبعا هذا الاكسرسايز اي يقل لك complete اكمل the poem اللي هي القصيدة وينها القصيدة هذه using باستخدام the sentence endings اللي هي نهايات الجمل from the box من الصندوق اذا انا عندي قصيدة عايزات نهايات جمل راح اجيبها منين راح اجيبها من الصندوق لكن انا بالواقع اش راح اسوي ما راح اجيب الجملة كلها راح اجيب فقط الحرف لو تلاحظ هنا اي بي سي دي لذلك يعني من راح اخلي لنا الحرف ات قارنها وانا راح اقراك كيان واترجم الكيان بالتالي لو تلاحظ هنا يقلك don't worry لا تقلق زينستاذ ليش ما ترجمت الصندوق من احلة اترجم عبوي مو اذا اترجم امرتين يصير الدرس كلش يطوي لو تلاحظوا هنالك اشياء حولنا ذات كان التي يمكن cause از تسبب لنا pain الالم هنالك اشياء حولنا ذات التي كان يمكن cause ان تسبب از لنا pain اللي هو الالم it's easy انه من السهل to worry and نقلق it's انه easy من السهل to worry and نقلق but لكن just use your brain لكن فقط استخدم your brain اللي هو عقلك دماغك اوكي هذا عزيز الطالب نجل القصيدة لو تلاحظ هنا عزيزي الطالب يقول if you اذا انت stand on وقفت على the ball اللي هي الكرة ولاحظ هنا هذا الاليفانت اللي هو stand on the ball واقف علي من على الكرة فيقلك هنا if you stand on the ball اذا انت وقفت على الكرة راح اربطها معي حرف لو تلاحظ مع d وين d هذا you will fall انت سوف تسقط فلاحظ if you stand on the ball you will fall استاذ شو هنا ball fall شو شابه هذا نقيم واش قالك قالك poem يعني شن poem يعني قصيدة يعني بيها شبه بالاخير لازم قافية فلاحظ فلاحظ القافية هنا fall اللي معناها كرة fall اللي معناها يسقط ولاحظ البقية هم نفس الشيء تقريبا لاحظ if you stand on the ball اذا انت وقفت على الكرة you will fall انت سوف تسقط وهي F الشرطية الاولى مهمة جدا نجي if you cut your arm اذا انت اجرحت قصيت your arm اللي هو ذراعك شراح يصير راح اربطها مع منه مع البي وانها البي لو تلاحظ هذه it will cause you harm هاي وانها عيد if you cut your arm it will cause you harm لو تلاحظ arm 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 نفس القافية بالاخير اذا انت اجرحت قطعت قصيت your arm ذراعك it انه جرح will cause سوف يسبب you لك هم الاذا لاحظ الوزن القافية نجي للي بعدها if you swallow pill اذا انت swallow معناها بلعت وهنا swallow نفس ما قلت لك بلعت يبتلى a pill البل اللي هي الحباية هاي الحبوب ما للأدوية لاحظ if you اذا انت swallow بلعت a pill اللي هي حباية باتلاحظ اش راح يصير راح نربطها مع منو مع ال a it will make you ill ولاحظ pill ill انها سوف تجعالك ill مريضا اذا 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 انت ابتلعت او بلعت pill اللي هي الحباية it will make you ill انها سوف تجعالك ill مريضا نجي للي بعدها if you get a scold اللي هي عندما مثلا تحرق بالماء الحار فراح تكون اكو بطباطة فرقاسة شخص صحول if you get a scold اذا انت اصبح لديك scold اللي هي البطباطة او يعني شو نقول يحرق بالماء الحار شو راح اربطها يامن راح اربطها مع ال f the ambulance ambulance معناها الاسعاف will be cold سوف يتصل بها لاحظ اذا انت مثلا خنقول intuate بالماء الحار the ambulance اللي هي اسعاف will be cold سوف يتصل بها هذا بالنسبة ال high if you swallow لاحظ اذا بلعت smoke اللي هو الدخان لاحظ راح اربطها مع c لش عندي عندي جوك لاحظ smoke جوك يشابه نفس القافية if you swallow smoke اذا انت بلعت بلعت الدخان it will not انها سوف لن ب تكون جوك معناها مزحة او نكتة يعني ما بها شقة باقتصار شديد انك تبلع الدخان ف it will not be a joke انه سوف لن تكون مزحة نجي بعد لو تلاحظ هنا silly بمعنى سخيف فيقيل للصاحبة if you are silly اذا انت سخيف in the pool في الحوض يعني تكون سخيف بالحوض that's not cool هذا ليس لطيفا ليس ضريفا ولاحظ pool و cool and remember وتذكر that the water بان الماء can be cruel لاحظ cruel معناها قاسية يعني الماء قاسي يكتب يعني اذا انت غرقت خلاص هو cruel بمعنى قاسي and remember وتذكر that بان الوات الماء can be cruel شنو cruel بمعنى قاسي انو الماء شنو قاسي بعد لو تلاحظ if something goes wrong اذا شيء اما goes ذهب بشكل خاطئ يعني صار بشكل خطئ شراح نسول وتلاحظ ويا من اربط ها رح اربط ها مع ال اي لاحظ شوان هال اي اذا 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 شيء اما ذهب بشكل خاطئ او صار بشكل خاطئ اذا لن اذا سوف تبقى قويا يقول أريد أقرأ The poem اللي هي القصيدة عليها again مرة أخرى Choose أختار The best معناها الأفضل Answers الأجوبة to the questions إلى الأسئلة ولو تلاحظ هنا The best summary للملخص أفضل شوف أفضل ملخص of the poem للقصيدة يعني هالقصيدة بإختصار شديد من أفضل ملخص لهذا النين نجي إلها من هذين الثلاثة عندك أول واحد يقول لك If you do anything إذا أنت عملت سويت أي شيء You will have an accident أنت سوف تعمل شنوى حادث يعني أي شيء سوي أنا سوي حادث إذا أنت عملت أي شيء أنت سوف تعمل حادث هذا الشيء مصح وطبعا على ما أعتقد المفروض أكون هناك كما حسب تقديري المفروض أكون هناك كما ما نتخليها بالكتاب فلازم كما نجي المن نجي للساماري الملخص الثاني طبعا كلمة الساماري معناها ملخص It's good to panic إنه من جيد للذعر للخوف Panic معناها ذعر If there was an accident إذا كان هناك شنوى حادث يعني إذا صار حادث لازم نتخبل لازم يصير ذعر هذا هم لا نجي لهنا Be careful كن حذرا أول شي شوف Be careful كن حذرا أكيد لازم ما حد يكون حذر هل سلحد لنا حتش حلو بعد But لكن Don't worry لكن لا تقلق About عن Having an accident إذا عملت أو سويت حادث أو الشي تصير حذر وبعضي لا تقلق من السوى حادث والجواب يعني أن يصير حادث والجواب أكيد أفضل الساماري هو هذا نجي للبي Tic أيضا نضع لنا صح Three things ثلاث أشياء You should do أنت يجب عليك أن تفعلها If you see إذا أنت رأيت If you see إذا أنت رأيت An accident إذا أنت رأيت حادث يعني Tic ضع صح ثلاثة أشياء من هدني هنا أربعة بله واحد اثنين ثلاث أربعة فاختار الثلاثة من عدين You should do أنت ينبغي عليك أن تفعلها إذا أنت رأيت An accident يعني شنو حادث أول شي Stay calm أي والله أبقى هادئ أبقى شنو هادئ بعد Run around shouting أركض حول حول الحادث أو حول وشاوتنغ صيح على شنو بعد Call for help اتصل للمساعدة أي صح هاي اتصل للمساعدة حلو بعد Explain من تتصل لازم Explain توضح clearly بوضوح يعني توضح بوضوح توضح الشيء بوضوح What happened ماذا حدث أي والله لازم من تتصل الخور دليهم بالمكان تقلهم الصار فلازم Explore توضح clearly what happened ماذا حدث وهذا أيضا الجواب نجي المين طبعا هسا احنا شكم محدة اختارين على واحد اثنين ثلاث خلاص اذن هذه نعوفها نجي للس Why is important لماذا من المهم to stay calm للبقاء أو أن نبقى calm معناه هادئين ساكنين If you إذا أنت see rates an accident طبعا احنا نبقى هادئين والجواب كل واحد بكيف ليش يصير هادئين من يصير حادث والله استاذ حتى أنا أفكر على كيف وأحل المشكلة والله استاذ أن البقاء أن البقاء هادئ أفضل شيء للتركيز للتفكير لمعالجة الأمور فلاحظ هنا كل واحد جوابه مختلف أنا بالنسبة ليش راح أقول راح أقول because لأنه بما أنه وسائل ابواي راح أقول because لأنه we need نحن نحتاج to focus on and نركز what will we do ماذا نحن سوف نفعل يعني نركز على الشيء القادم شنو اللي راح نسوي نقدر نغير focus on نكتب constraint هم تشتغل عزيز الطالب هنا تن بمعنى يركز هذا بالنسبة إلى شرح صفحة 110 عزيز الطالب راح ننتقل آنياك على صفحة 111 تحتوي على ثلاثة تمارين راح نروح علما آنياك أكيد للتمارين الثاني اللي موجود بصفحة 111 تمارين يقول read اقرالي the situations situations معناها المواقف situations واحد اثنين ثلاثة ثلاث مواقف read اقرأ the situations المواقف find out واكتشف what to do ماذا أن تفعل if these things إذا تلك الأشياء happen حدثت أو تحدث بعد لو تلاحظ هنا يقلك make notes اصنع ملاحظة طبعا هذا التمرين يعني مو كلش مهم راح أقرأ situations اللي هي المواقف أوكي وبعدين كل واحد بكيف يكون جواب لو تلاحظ your friend صديقت has cut قد جرحت قصت her finger اصبح ش راح تسوي فهنا ببساطة على سبيل المثال تقدرين تقولين I will cover it with a bondage أنا سوف أغطي ألفة أوكي cover it أغطي بباندج أو تقدرين بمكان ما cover تقولين robbed it ألفه robbed it ألفه with a bondage كيفكم يعني هنا اللي يعجبكم I will take her to the hospital أخذها للمستشفى واحد يعني كل واحد بكيفة الشي ردي يسوي نجي لذلك راح تشوف الأجوبة هنا مختلفة من واحد إلى آخر يعني من طالب إلى آخر من استاد من ملزمة إلى آخر نجي لذلك your friend صديقت has dropped قد أسقطت very hot water اللي هو ماء حار جدا on her foot على قدمها ش راح تسوي والله أخذها للمستشفى أتصل بالأسعاف مثلا أسوي لها أسعافات أولية فكل واحد بكيفة أنا بالنسبة لي أشي كتبت I will call the ambulance أنا سوف أتصل بالأسعاف طبعا هو إش قايلي هنا قايلي make notes سوي له ملاحظات أنا قاع أكتب له جمل يعني كاملة مو ملاحظات نجي لسي you wake up أنت تستيقظ at night في الليل أنت كان ويمكنك smell أن تشم smoke اللي هو الدخان ش راح تسوي تروح تشوفه وين مثلا تخابر على الإسعاف تجي مو إسعاف سيارة سوري سيارة الأطفاء تجي فكل واحد بكيفة أنا ش راح أسوي على سبيل مثال I will wake up أنا سوف أوقظ my parents أبوي يعني أبوي أمي أبوي أمي أشي مرائحة بالنسبة عزيز الطالب المن إلى التمرين الثاني التمرين الثالث لا هذا المهم هذا أهم تمرين موجود بالدرس هذا كل شمع شي يقلك يقلك complete أكمل the sentences الجمل using باستخدام the correct form الشكل الصحيح شوف بالقواعد من يقلك correct صحيح يقصد هاي التمارين the correct form الشكل الصحيح of the verbs للأفعال هاي اللي بين قوسي نشوفها صحح لياها اكتبها بالشكل الصحيح of the verbs للأفعال in practice اللي موجودة بين قوسي قبل لا أطب وأشرح إنه هاي F الشرطية الأولى مهمة جدا جدا جملة بالمضارع البسيط والجملة الثانية لازم تحتوي على والله فعل مجرد هاي هي خلاص هذا شرح باختصار شديد نجي قبل لا هاي رح أجي للفعل B قبل لا كل شي يسوي هذا ال B مجرد B يعني الول مو يجي وراء فعل مجرد اكتب B وضحات الفكرة هذا وراء الول لازم شي يجي يجي بي زين وذا بجملة الف لا أريدها مضارع بسيط من نحول ال B للمضارع البسيط الشرطي is وار وام استعيد لك شوكت استاد أنا أستخدم ال B إذا شفت وال يجي وراها فعل مجرد رح أقول وال بي زين استاد شوكت أستخدم ال is وال r وال am a بالمضارع البسيط هاي ال B من نحول ها للمضارع اشتطيني is وار وام زين استاد كلين اي كلين زين استاد يعني يصير كلين خليهم جملة لا حسب الفاعل فاعل مفرد نخلي is الفاعل جمع نخلي r وإذا i شن نخلي نخلي ام نيجي الأول إذا جملة إذا فعل مجرد راح كتب نفسيت i i فاعل جمع يجي الفعل مجرد بالمضارع البسيط لو الفعل بي اس أهم فكرتين ذن ودعتك لو الفعل بي اس لو مجرد هس هنا مجرد لي اش لين ال i يعامل معاملة الجمع قواعدي لاحظ إذا get نزلة الحال نيجي المل الجملة الثانية الجملة الثانية بالمستقبل لازم تحتوي على ول فراح اكتب الول وأجيب الفعل مجرد كوك على حاله هذا الول وهذا الفعل مجرد على حاله لو تعيد المقطع شوي راح تلاحظ إنه باختصار شديد f الشرطية تتكون من جملة تي الجملة الأولى مضارع بسيط والجملة الثانية مستقبل ول وفعل مجرد نجل هنا if you go شوف الفاعل you فاعل جمع you أنتم فاعل جمع فهنا go راح تنزل على حالها مجرد إذا كان الفاعل شنو جمع يجي الفعل شنو مجرد خلاص نجي نترجم هاي سورة عن نسيت ترجم منكم يا if I get hungry إذا أنا أصبحت جائعا I أنا will cook أنا سوف أطبخ أميل اللي هي وجبة نجي لها if you go إذا أنت ذهبت to bed late إلى الفراش متأخرا you أنت زين هاي جملة if الجملة الثانية لازم اشتحتوي على will إذن راح اكتب will وأجيب ال be مجرد على حاله ليش لأن بعد will يجي الفعل شنو ال be مجرد ف will be هاي شرحت تلكم يا هنانا ف will be نجي لها my mother take my mother أمي take a message if I be out أمي سوف تأخذ message رسالة إذا أنا كنت شنو خارجا أريد من عندك تلاحظ ال فان اجت بالوسط إذن جملة شنو مضارع بسيط والجملة الثانية راح أصير مستقبل إذن هنا will take باختصار شديد will take will فعل مجرد إذن خلينا will والفعل مجرد نيجي لهنا هنا F I وعدي B يصير نزلة لا أستاذ هنا لازم مضارع من نحول B للمضارع اشتضطي يا أما is يا أما R يا أما أم إذن عدي الفاعل I إذن إذن شرح أخلي أم هذا حالها باختصار شديد أنا لش إذن شرحت B لأن هنا عندك B لازم تبقى B أما إذا جدت بجملة F لا لازم تحول يا أما is يا أما R يا أما أم إذن هنا حسب موقعها بالجملة إذا وي الف لازم تصير لو is لو are لو وإذا وي الول لازم تجي بي على حالها واضح نجي المن نجي لها if not hurry لاحظ not hurry عدي نفي وعدي جملة if وهنا مضارع بسيط لازم not لازم فعل مساعد يا أما do يا أما does هنا الفاعل جمع فراح أستخدم أستخدم do والnot راح تصير don't والفعل hurry فراح لاحظ يعني باختصار شديد أنا أفلش لك يا أول شي هنا عندي if الشرطية جملة لازم بالمضارع البسيط عدي not هنا يعني المطلوب نفي لازم أستخدم فعل مساعد من الأفعال المساعدة المستخدمة do والdo do والdo زين استاذ do و does ليش استخدمنا do لأن الفاعل جمع والdo مع المفرد إذن doesn't زين استاذ والفعل ينزل بعد do والdo دائما يجي الفعل شنو مجرد نجي we be هنا هنا جملة ف الجملة الثانية لازم مش تحتوي will إذن will والفعل be مجرد will be باقتصار شديد رح يكون will be فإذا نحن don't hurry لم نسرع we will be نحن سوف نتأخر we will be late سوف نتأخر نجي الآخر وحدة i شوف الif بالنص إذن اللي قبل ها لازم اكو will فهنا رح اصير i will ask رائد to come سوف اطلب من رائد ان يأتي to the party للحفلة if he phone لحظ بعد الif جملة بالمضارع البسيط هنا كان الفاعل جمع هنا الفاعل جمع شوف اي ويو ذني والوي اعتبرا فاعل جمع اجي الفعل مجرد اما اذا كان الفاعل مفرد لازم الفعل شن خلي اله s فلاحظ phone صارت صارت phone ترا هي مسألة مضارع بسيط ومستقبل هنا تفهم بالمضارع البسيط هتشي تفهم بالمستقبل ايضا انت هتشي وبطل هذا بالنسبة الاهم التمارين اللي موجودة بهذا الدرس راح اروح علما للتمرين الرابع يقيل لك choose اختر the suitable words افضل الكلمات او كلمات مناسبة لكي تكمل the conversation اللي هي conversation معناها المحادثة tom wants to play football tom يريد ان يلعب كرة القدم هاي مقدمة لها his friend john وصديقه john is not sure or is not sure نعم انه ليس متأكدا because لان the weather looks bad لان الطقص يبدو bad سيئا john راح يسأل اول شي راح يتساءل راح يقيل what will لحظ راحش اقول will what will we do شوف الجملة الثانية لازم تحتوي على و بعدنا ب f الشرطية what will we do if trains ماذا سوف نحن نفعل اذا انها مطرت توم راح يجاوب اقول if trains اذا انها مطرت وركز يعني ركز شوف هاي جملة if ليش الفعل لان هي مضارع بسيط ليش خلينا اسم مجرد لان الفاعل مفرد اوكي انتهم ركز اذا مطرت we will get نحن سوف wet نتبلل we'll get wet سوف نتبلل but لكن that doesn't matter لكن هذا لا يهم جون راح يقول i cannot find my football boots يعني انا لا يمكنني ان اجد اوكي my football boots اللي هي حذائي لكرة القدم i have انا قد lost them انا قد اضحت هم ضيعتهم توم راح يقول don't worry لا تقلق if you اذا انت ask سألت جيم او طلاب تمنيا من جيم he will هو سوف لو تلاحظ لانديو يعيرك his boots حذائه بعد لو تلاحظ جون جيم سبوت حذاء جيم اوكي are شبيه too small صغيرة جدا they will hurt my انها سوف hurt تؤذي my لو تلاحظ feet اقدامي رجلي رجلي راح يقول do you هل انت want to read to play football or not هل انت تريد ان تلع كرة القدم او لا جون راح يقول yes i do نعم انا اريد انا كذلك انا اريد طوم يقول اوكي لو تلاحظ go اوكي let's go اوكي let's play على سبيل المثال تقدر تقول نعم دعنا نذهب للعب كرة القدم وتقدر تقول اوكي let's play اوكي دعنا نذهب او نلعب بعد اخر شيء تلاحظ يقول now read the conversation now الان read اقرأ the conversation اقرأ المحادثة هذا عزيزي الطالب بالنسبة الى شرح وتفصيل صفحة 111 و110 قد انتهى درسي انتظروني في درس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة